هذا وقد ترأس مدبول اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة نتائج أعمال المراجعة التي تمت منذ آخر اجتماع عقدته فيما يتعلق بأوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها وبناء عليه وفقت اللجنة على تقنين أوضاع 239 كنيسة ومبنى تابع وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 2400 كنيسة واحدة ومبنى تابع وفي ختام الاجتماع وجه رئيس الوزراء التهنئة للمصريين الأقباط داخل مصر وخارجها بمناسبة قرب حلول عيد القيام المجيد